اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويستغلوا الهندسات المالية والمبالغ الطائلة اللي اندفعت على الادعات كفوائد وعننا المودع العادي يلي حاطت مصريات وعم ياخد عليهم مبلغ صغير لانه عم بيصمدهم شوي وشوي يلي تعب فيهم يلي جابهم من برا يلي حدرهم للتقاعد يلي حدرهم ليساعد اهله اذا عازوا ففي عدة انواع الانواع اللي نحنا بتهمنا هي انواع المديعين الشعب المواطن العادي يلي اشتغلت متل ما بيشتغلوا كتير ناس وبيصمدوا مصرياتهم للتقاعد بما انه نحنا بلد بعد ما عنا شي للشيخوخة ما عنا قانون ما عنا تقدم القانون بسنة التسعة وتسعين كان عم ينشغل عليه وتقدم ولكن قاعد بالجرور فاليوم هيدول الاشخاص ايه صحيح عم بيواجهوا احتمال خسائر هائل اوكي يعني اذا لنا يمكن اكتر من 80% هو احتمال ان يكون هناك خسارة لهالمدعين ليش بدي اقول هالشي لانه عم لاحز واليوم كمان الاشياء اللي صارت انه القضاء عنده مشكلة هي ما انه قادر ان يكون مستقل وما انه قادر ان يحقق العدالة شو يعني عدالة؟ يعني تطبيق النصوص الانونية سيادة القانون ومعاملة جميع المواطنيين بشكل متساوي اه ملفت لهلا القضاء بعد عم يتعامل مع المصارف كأنه وضع المادة طبيعي وعم نشوف بعض القرارات اليتيمة بانه بتجبروا يدفعوا وبعدين ما فيك كافيان حتى اجراء التنفيذ عم توقف فلا بيستثنقك مرة عندك مدعين عندهم حقوق بحاجة لحتى يصرفوا على حالهم او على اهلهم طبيا ومنهم قادرين يحصلوا على 1000 و2000 دولار بينما عندهم ملايين دولارات قاعدة بالمصارف المصارف لم تحمل المسئولية الكاملة اللي لازم تتحملها منذ بدء هذه المشكلة للأسف القضاء هو المفتاح اللي ضاع من ايد المواطنين اللبنانيين باللحظة اللي كنا عايزينا كلها السنين نحن ونتشتش القضاء والقضاء وإلى آخره لحتى اكتشفنا بالآخر انه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان للأسف القضاء اللبناني طبعا في استثناءات عديدة في عنا قضاء نازهين ولكن مش قادرين انه يتحركوا لانه سيواجهوا من ضمن قضاء آخرين يلي هنه منهم كتير نازهين وموجودين بالسلطة ومقصرين بقيامهم بواجباتهم بس في حق علينا كشعب لانه هنه مش هلأ بس بلشوا يأثروا بواجباتهم يعني طول المدة يلي كان فيها فساد كانوا عم بأثروا بواجباتهم كان بيقدروا يعملوا شيء يعني كان فيه عندهم الآلية لا يقدروا هالأضاءات أو الجهاز القضائي يتصرف وما تصرف عندهم الآلية دوان المحاسبة والتفتيش وغيرهم كان عندهم الآلية الآلية كانت مربوطة برئيس الحكومة ولكن هنه كمان عندهم حق النشر عندهم حق يحكوا عندهم حق ينبهوا عندهم حق يحكوا مع الجامعات عندهم حق يحكوا مع الجمعيات عندهم حق يحكوا بالإعلام عندهم حق يكتبوا فكان فيه قدرة عندهم لو كان الهم الأكبر هو أنه نتأكد نعم نقوم بواجباتنا صح أنه يقدروا يقوموا بهالشي الأجواء كانت كتير ضغطة كان أنه يحكي حدا ضد الفساد كتير صعبة بلبنان هذا الشيء مناخده بعين الاعتبار بس ما بيكفي لأنه هن قاعدين بنقطة المسئولية حدا مثلي ومثل حضرتك إذا ما حكينا ضد الفساد بوقتها بحجم مثل هلأ نحن مواطنين مش شغلتنا من يكافح الفساد المفروض هو الدولة نحن من قدمة دولة فيها عناصر فاسدة صرنا مفكرين أنه الشعب اللي لازم يكافح الفساد ولكن بحقيقة الأمور وخاصة بعد سنة 2009 وقت اللي التزمت الدولة اللبنانية بمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أصبح أنه مكافحة الفساد هي من واجبات الدولة اللبنانية اللي طبعا هي تعمدت أنه ما تخبر الناس عن هالاتفاقية فما في كتير ناس بيعرفوا فيها ما وصلتها للقضاء يمكن هلأ حاليا يمكن عنا وزير العدل ما بيعرف فيها لها المعاهدة يمكن الوزيرة اللي قبله بتعرف شوي لأنه كمان بمجال التعليم وبتساعد بتدريس المواد المهمة اللي عم بتطلعه وبتظلها متابعة بس يمكن كمان الوزير اللي قبله ما بيعرف بها المعاهدة يعني هي الدولة شغلتها تكفح الفساد راح تمضي تعالى معاهد مكافحة الفساد خبت الموضوع عن العالم وخلص خبت الموضوع عن العالم وعن القضاء تبعتيك مثل في قادي من بيت أبي سامرة هذا القادي أخذ قرار بأنه المخالفات اللي ارتكبها مئاتي هي مر علي الزمن غلطة كبيرة لأنه المعاهدة بتقول أنه الزمن ما بقى يمر متل ما أنت كاتب بقانونك من بعد لألفان وتسعة صار مرور الزمن أطول بكتير وطويل وتركة يعني كلمة طويل تستخدم لما هو مصلحة مكافحة الفساد وليس لمصلحة الفاسد لما نقاضي ما أنه قاري المعاهدة وما بيعرف يطبقها يعني كيف بدك البلد يوقف على إجره يعني نحن فينا نقول أنه أموال المدعين لأنه هلا المدعين في قسم ثالث يلي هو يلي انجبر يسحب مصري بده يصرف ثلاثة سنين قاعد وبعد لهلا الحكومة منا هون طيب انجبر يسحب مصرياته يعني بربع الإيمة تلت الإيمة هذا ليه خلاص صراحوا عليه بالمبدأ يعني هيك الهيئة للأسف يعني مش أنه شي عم نسوق له بس ولكن فينا نعتبر أنه راح يتعلق الحزار الوديع أنه ترجع ترفوت على البنك ويعطيك هن أنا باعتقد هذا موضوع غير واقعي باعتقد الطريق الوحيد للحصول على الأموال هو القضاء يا قضاء بلبنان يا قضاء برات لبنان هيدا الديريكت وبهيدا القضاء هو الإدعاء على المصارف ولحين يعني حجز حقنا بالإدعاء على المصارف لحين هيدول المصارف يجي قضاء يقدر ينفذ الأنون الأنون الحالي بيعتبر أنه هيدول مفروض أنه نقدر نحن نروح نطلب منهم يبيعوا ممتلكاتهم ويرجعوا يدفعوا فيها عندهم بنيات عندهم تابلويات عندهم تابلويات كل تابلو بكذا مئة ألف دولار إذا مش ملايين دولارات معلقين بأروقت الفروع الرئيسية تبع هذه المصارف نحن اليوم هون نقيبة بيهمني أسألك عن موجوداتهم لأنه جمال الموجودات إذا بدك اللي بينحكم لنا بشكل عام واللي بتشمول المصرف وشو بيملك كمصرف صح بيكونوا كلهم نسوا بأحسن حالاتها مع الاحتياطات طبعولهم تطلع عشرين مليار دولار ماكسيمو بينما الأموال المضيعين توصل للميت مليار هلا أنت عم تضوع على نقطة معينة يلي ما بعرف إذا هيدا اللي أنا فيه مصح إنه فيه عندك أسلوب بتغطية السروات بيصير عبر شراء التحف الفنية يلي سعرها كتير عال فهون هل عم تلمحي لهالشي إنه فيه معقول يكون فيه عنا بعد سروة إضافية أنا عمقول بكل صراحة ما عملمح عمقول بكل صراحة الموجودات اللي موجودة بالدفاتر تبعهم لا ليس بالضرورة إنه المبلغ اللي مسجل هو المبلغ الحقيقي يعني أنا ما بقدر أقول إنه مظبوط إنه بس فيه عشرين مليار أنا ما بقدر أقول هشي فيه كمان نقطة تانية المصارف ملنا بس المصرف كل مصرف بيملك شركات أخرى تفرعت عن عمل المصرف مثلا بيملكوا شركات إنشورنس بيملكوا شركات للليسينج بيملكوا شركات لطباعة الأموال بيملكوا شركات للطيران الخاص فيه كل مصرف عنده استثمارات خارج لبنان مثلا مصارف أخرى وعنده إشيات تانية يعني مثل شركات أخرى هو موجودة بلبنان وبالخارج كل هيدا لم يتم أحصاؤه بشكل ضغري قوي بوقت اللي صارت الأزمة للحصول على حقيقة كل مصرف الطريقة الأفضل يلي لازم يروحوا عليها إنه يتجمعوا الموديعين مصرف بمصرف يعني ما كلهم موديعين مع بعضهم وكلهم بيشوفوا شو بدهم يعملوا يصير فيه مجموعة مسلا ضد مصرف أ يعني هلا بمفهم في خطة مواجهة ها عم ترسميها عم تشرحيها كيف لازم تكون كيف لازم تكون أنا ما بعتبرها خطة مواجهة بعتبرها خطة عدالة المصرف يلي ما بده مواجهة هو اللي بيجي وبقدمها المعلومات وبيتفهم ساعتها على الأقل مع الشريحة يلي هي يعني تتضرر بشكل جسيم ما بق فيك تصلح الدرر مش قصة مصاري يلي عم يمطلو حدا يلي بحاجة لا يأكل يلي بحاجة لدو يعني فيه شريحة معينة الضرر اللي بيصير له هلا هو أبعد من ضرر مالي أو اقتصادي فقط لا غير هو ضرر بالصحة ضرر اجتماعي لا يمكن الرجوع عنه أو تغيير حياتهم لمكان عليه فإذا هاي دي الشريحة المفروض أنه المصرف كل المصرف بمصرف يفوت عليها ويقول مني يحصيهم وهو لو كان مبادر وبيهمه لأنه بيخاف من العدالة كان بادر وليقى حل لهيدول الأشخاص لو بده يبيع شي هلا فيه كتير مصارف بيعه بيعه فيه وهم بره هلنا إيه بيقلت الكلمة بيخافوا من العدالة يعني صح ماشيين البنوكي بعرفين ما حدا بيطالهم ما حدا بيطالهم هلذا الوقع هلذا ستنونه ثلاث سنين يعني الوقت مش عم يحضره يعني بتشوف الحكومة عطول بتقول في قدسية لأموال المدعين هيدا كلام لحتى مثل إبرة المورفين لحتى واحد مايفي يظله نايم هيدا هيدا الكلام لا يصدق انت عم بتصدق مين اللي وصلونا مش عم صدق حدا عم بنقول وجه النصر بس بعرف أنا عم بقول المواطن مين عم بيصدق عم بيصدق من كذب عليه كل هاسنين قال له اللي رابي خير وكل شي منيح وكل شي مدرشو كذا وهو كان حاطت إيده هون وإيده هون يعني عندك رئيس حكومة يلي هو مشارك كان ببانك عودة هالرئيس الحكومة ألم يستفده شخصيا من الهندسات المالية أنا بقول إنه إيه خلينا نشوف مين بيقدر يشفت للتاني الصح من الغلط هيدا واحدة نقطة تانية ما بيملك شركات خارج لبنان رئيس حكومة لبنان المئاتي يلي هن بيتعاطف عندهم علاقات يعني related parties بالترم التقنة المهنة مع شركات أخرى بيملكة إما رياد سلامة أو ابنه لرياد سلامة أو ابنه لمئاتي هالعليقات موجودة جوز إخته لرياد سلامة منه من أحد المستشارين طبع مئاتي مبلغ هل هو استفاد من القرد السكري يلي معمول لشبه عديمي المدخول والمدخول القليل مش هو استفاد بصفة العلاقة الشخصية يلي عم تربطه مع حاكم مصرف لبنان والعلاقة العائلية يلي هي للمنفع الخاصة على حساب المنفع العامة مش هيدا يلي عمله مئاتي رئيس حكومة لبنان ولا كلمة بيحكيها ممكن تتصدق ولا كلمة بيحكيها لأن اللي بيفكر هيدا التفكير الخاص وهو حامل مسئولية رجل دولة ما بق فيك توسق فيه عنده شيء اسمه تضارب المصالح مع نفسه مصلحته الشخصية دايما أبدأ من المصلحة العامة هيدا الشيء ثبت ثبت على سنين اليوم لما بيكون هو من أحد الناس اللي بيسحبوا دغري مصاري من البنك بيسحب له فوق 700-800 مليون دولار يلي عرفنا فيهن أكيد سحب أكتر من هيك طب هيدا 700-800 مليون دولار سحبهم الرئيس ميقات سحبهم فيه فوق 500 مليون يلي محولهم لبرة وسحب فوق 200 مليون دولار من البنك كاش نقد بلبنان طب هيدا النقد هل هل هو النقد ذاته يلي عم يترجم بعد ما علي الدولار هل قد لحتى يقدروا يشتروا أراضي مثلا بترابلس بعد ما جوعوا الناس فهل هن عم يشتروا هيدا هيدا حديث خطير هلق عم يشتروا ثروات الناس اللي حجزول أموالها بالبنك تما تقدر تاكل وتشرب ولا تطور نفسها ماليا واقتصاديا حتى يقدروا بعدين يشتروا لأرضها وبيتها بالبلاش بينما هن طلعوا مصرياتهم قبل وحافظوا عليهم ولعبوا بالدولار واللي رأد ما بدهم بدون أي دوابط وحافظوا على حاكم مصرف لبنان يلي المادة سبعين بتحملوا مسؤولية استقرار النقد بلبنان واللي ما استقر النقد أبدا بلبنان من وقت ما صارت الأزمة الهلأ من وقت ما افتعلوا إخراج ملايين الدولارات بنفس الوقت خاصة بشهر تسعة الفين وتسعة لا يبقى انت عطول عم تجبريني وقفك عكلمة وحدة عم بتقولي يا قرع افتعلوا يعني انت برأيك انه 2019 نحنا مقصودة مية بالمية ما عندي شك أنا يعني يعني نحنا كان فينا نحنا مش بس كان فينا نتفاديها نحنا في ناس المسؤولين اللي عطينهم الأمان وصلون علي بإجريهم صح والدليل لأنه بدك دليل صح هون الدليل الدليل انه ما عملوا شي من 2019 له لا لو كنت انت مثلا انصدبت بشي صار ما بتعتبر انه صار عندك شي ارجان وتغرب بتجمع كل اللي فيك بتاخد اجراءات قد ما فيك لحتى توقف هالانهيار لانه ما بدك يه هل هنه اجراء 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 عملوا دعم هل كلفنا 20 مليار هذا الدعم إجراء لقلهم لأن هن التجار هن اللي استفادوا وهن اللي فتحوا مجال التهريب لبرة حتى هن يستفيدون هن مسؤولين عن عدم السماح بتهريب كل شي مدعوم بلبنان لبرة وتانيا مين أكتر حدا إذا بنا ندرس أكتر حدا استفاد من الدعم وزادت أرباحه بسبب الدعم هن التجار حتى مش الصناعية هن التجار وهن أكتريتهم تجار مثل ما بيقولوا بالفترة فإذا أكتريت المستفيدين من الدعم هن زيتهم ما عملوا ولا إجراء ما بيوصل الأموال إلى من هو مرتبط بشكل أو آخر بمنظومة الفسار طب نائبة هلأ هوني عصيرة الأموال والتجار والمصار عم نخسر اليوم الشركات بطبيعة الأمر عم تجي بتخلص حساباتها آخر السنة بتخلص حساباتها آخر السنة بتصرح ضريب تاع هادي الأساس اليوم الحكومة بنبعد كل المصار الخسرتها هادي السعر الصرف عم يلعب هدول المصريات مش كمان عم ينقصوا قيمتهم وقت الجيباية يعني حتى بالمصار الوصلي للحكومة في حل أول شي بيقدروا يعملوا شي إذا بدون يعملوا شي وتاني شي إنه هيدا الخسارة أسرة وين رح يتكفي يعني إذا كل سنة رح يضلوا نيشبوا أقل بأقل وكلنا نطلع خسرانين بالنهاية أول شي وزارة المالية عملت خطأ جسيم بالألفان وعشرين بآخر الألفان وعشرين أصدرت قرار 893 اعترفت فيه بالسوق السوداء يمكن ما بتعرف إنه اعترفت بالسوق السوداء لأنه الكفاءة قليلة يعني فيه بعض الكفؤين بوزارة المالية أما الأخيرين هن الأخرين منهم يعني مختصين بالمجال اللي هن فيتين فيه فيه كتير كتير من المحاصصة والفيفوريتزم وإلى آخرين ووزارة المالية نلعب فيها كتير وللأسف يعني صارت قصة طوايف هلأ فيه سنة هلأ فيه شيعي لأ صارت لألنا لألكم وإلى آخرين لم يتم احترام أهمية وزارة المالية بالنسبة لشو معناتها الخبرة وشو هو العطاء يعني الناس اللي بدأ تجي شو قادرة تقدم هي من كفاءة لهالمنصب اللي عم بتفوت عليه هي فاتت ما بتعرف شي مع الوقت صاروا يتعلموا هون وهون يمكن يتعلموا غلط وضلوا ماشيين عليه يمكن يتعلموا صح وأصلا ما فيه استقرار لخطة مالية واقتصادية إذن ما كان فيه استقرار لشو اللي لازم يتعلموه أساسا وعملوا شغلة كبيرة خطيئة كتير كبيرة بيه دفع أغالي لما قالها هيد الشغلة إنه جيبوا التيفياء على لبنان بيه قال وقتها إنه التيفياء هي دريبة تأخذ من من الدول المتقدمة الصناعية عم بتجيبوه على بلد ما عنده صناعة ما عنده الأساس اللي بيخلينا نقدر نكون من الدول المتقدمة كان فيه غطاء إنه هالقطاع المصرفي اللي عم بيصرفوا عليه ويعملوا له دعاية وكذا لأنه هنه عم بيستفيدوا بالمال السريع بيحطوا أموال بيطلعوا قدهم على مرة ونص بشكل كتير قليل من الوقت هيدا الشي عم بيستعملوه كدعاية وغطى لحقيقة الاقتصاد الوطني ويروحوا ويقولوا إنه نحنا صدنا مثلنا مثل كل هيدك الدول بدنا نعمل VAT وسبقوهن للخليج والسعودية وإلى آخرية من قد ما هنه مطمئنين على قدرة اقتصادهم لاستيعاب هيدا النوع من الدريبة هيدا الدريبة ما بتلبق مع لبنان هيدا الدريبة عم تقذي الشعب اللبناني لأنه عم بتخليك أنت إذا قدرتك ما بتمشي مع دريبة بتطلب منك تدفع الدريبة قبل ما تكون أنت قبضت من جبونك يعني عم تاخد منك كل سيولتك منك قدرت ترجع تدعم البزنس تبعك وهنا عم يخسر يعني قبل كانت محمولة يمكن على الف وخمسة كان بالقليل لقيمة المصار اللي بيخدوها هي ذاتها اللي بيرجع بيستردوها هلأ حتى هيدا ما عم يقدروا يعملوها يعني هيدا شغلة أصلا غير منطقية مش إن هيك ال VAT غلطة وبرأيي أنه لازم يسارعوا ويلغوها يعني بال2024 إذا كان وزير المال بده يساعد بلده بيلغي ال VAT لأنه منا ليبقى مع تركيبة البلد للاقتصادي وللاجتماعي اليوم نحنا بحاجة لغير نوع ضريبة مثلا الضريبة اللي بيسموها موجودة بولاية مثل كاليفورنيا اسمها سيلز داكس ليش؟ لأنه مين من كان بيجي لهونيك وبيشتري نحنا صارعنا كمان كتير مين من كان قاعدين ببلدنا اليوم هني ما بيدفعوا ولا نوع ضريبة بس بيستخدموا كل السيستام ويستهلك وال VAT بتزم عدد الشركات اللي فيها تبيع بقى كتير لحتى تقدر تكون ضمن VAT وتدفع إذا أنت عم تحمل ضريبة على أقل وأقل وأقل من الشريحة يلي ما رح تضاين بالآخر رح تلغي حالة وما رح يكون عندك ناس بقى عليهم VAT وبذات الوقت رح يكون فيه أكتر وأكتر ناس عم بيستفيدوا فيه نقطتين بيعالجوا كتير أمور أول نقطة إذا حطينا شيء اسمه المبيعات سيلز على المبيعات كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية بيدفع تستفيد من هالبلد تدفع وبيقدروا يليحقوها هيدا بطريقة هيدا كتير هينة أهيا بكتير من VAT وقردي مطبقة بكذا بلد عندهم شيء اسمه ملتنج بات يعني عندهم كتير ناس بيزورون بيجوا بيروحوا فهيدا واحدة وبدون ما يردوا ويستردوا كل هالقصص نحنا منا البلد اللي بيقدروا يعمل هالشي نحنا إذا بدك تشتري مثلي مثلك أنا بشتري بدفع ضريبتي 2% 3% بتكون شي صغير بس لأنك عم تاخد كل اللي موجودين على الأراضي اللبنانية لما بيشتروا بيطلع المبلغ أهم وبناء على هالشي تقدر تقول أنه أنت عم تعمل سياسة ضريبية في أمل منها وكل الموجودين يلي موجودين على الأراضي وعم بيقبضوا مثلا اللاجئين السوريين أو حيلا حدا موجود هوني ومنه لبناني حتى لما بده يدفع ويشتري شي من هيدا البلد ويستفيد منه مثل ما هو بيقبض لأنه موجود فيه أو لأنه عم بيشتغل فيه بيصير كمان عم بيشارك ويدفع لاستخدامه للخدمات اللي موجودة الطرقات الكهرباء الكهرباء على القليل على الطرقات وإلى آخره كل الأشياء اللي موجودة بيكون هو عم بيستفيد منها يعني هاي بتكون حلة حتى حلة مشكلة القصم من مشكلة مصروف اللاجئين بلبنان هاي واحدة النقطة التانية اللي كمان ما عم يهتموا فيها للأسف بالوزارة المالية ولازم يكونوا المبادرين أنه أنا اليوم ما بقى بهمني إذا أنت لبناني ولا سوريا ولا مين لا تدفع دريبة إذا عم تشتغل بهيدا البلد بده يطلع عليك دريبة بدك تدفع دريبة على المبلغ اللي اليوم أنا بدل محارب اللي موجودين هون أنا ما عم بقدر حاربهم وطلعهم بسهولة أنا كل شخص ما بيجي بيتقدم طلب من الشركات مثلا صناعية اللي بحاجة للعمالة السورية أنه يشتغلوا عندهم ما في مشكل أنا بروحها وزارة العمال بقدم طلب أنه هيدا الشخص وهيدا الشخص وهيدا الشخص أنا بحاجة لألون بحاجة لوجودهم عندي لأنه بساعدوني بالمزرعة بساعدوني بمحل مثلا بالصناعة والمعمال بساعدوني بكذا بكذا أنا بعرفهم مني عندي أرقام هوياتهم بدي تعطوهم بطاقة يسمحوا لهم أنه يشتغلوا عندي مثلا سنة وهيدا بتتجدد أنا بيدفع لوزارة العمال أوكي وهني بيتسجل اسمهم بينعطوا رقم خاص وبيدفعوا من معاشهم كمان دخل رسم دخل بينعملهم صندوق تعاضد لإلهم كلهم يفوتوا فيه كل العمال اللي من جنسية معينة مثلا أو الأجنب العامل بلبنان بمستوى معين من هيدا بينعملهم ساعتها تغطية صحية خارج عن الضمان الاجتماعي وما منجبر الشركات يدفعوا مبالغ للضمان الاجتماعي ما حدا بيستفيد منها يدفع لا يستفيد هيدا لا يستفيد هيدا مش نورمال فإزا الشركة ممكن أنه تساهم بهيدا الصندوق كل الشركات اللي عم تستفيد من وجودهم بيساهموا بالصندوق وهني بيساهموا لأيتحملوا مسئولية كمان ويعرفوا أنه ما في شي مبلاش بلبنان وهني كمان بيساهموا بيصير فيه مستوى مختلف بالنظرة لهذا العامل السوري اللي هو عم بيساعدكم لما أنه قاعد ياكل من بلدك بدون ما يعطيك هيدا بتخلص أما الشريحة الأخرى يلي ما قلع عازة يلي ما قادرة تلاقي شغل محترم وتساهم به نهوض هذا الاقتصاد وتكون جزء من يعني العمالة الاقتصادية أوكي المفيدة والمنتجة هيدول كلهم كلهم بينعطاهم فترة زمنية معينة بسا خلال شهر شهرين أنت ما بتلاقي الشغل معناه طلبنان منه بحاجة لأله لأنه يا أما ما عنده كفاءة يا أما ما بيعرف ينتظم ويحترم شو يعني عمل بهيدا بيقدر ساعتها أطلب منهم طلعوا برات البلد لأنه ما بيتجدد لكم وجود هون أنا بدي أنقل من قصة النازح والكأنه خلصت هيدا الخبرية هيدا هلأ صارت مازحة اللي عم بيروحوا يجي وإلى آخره من بلد لبلد عم بيتهربوا ضريبيا من بلدهم عم بيجوا لعنا لأنه نحن سامحين لهم يتهربوا ضريبيا ببلدهم بس نائبة كمان في مين؟ نائبة في كمان ناس عم تصرف عليهم يعني صح مثل الأمم المتحدة نحن بالنسبة لإلنا هيدا المصروف نقدر نعطي إنذار إنه هيدا المصروف اللي عم ينعطى لإلهم كل شخص كل عائلة ما عندها شخص عم يشتغل بلبنان بموجب اللي أنا حكيته كوصف ينتج لبنانياً هيدا اللي بيدفعوا ساعتها ضريبة مقطوعة على المبالغ اللي بيحصلوا عليها داخل بلدنا نحن بنعتبروا إنكم طب ليه مش هن هؤل المصارب يعطون إيهم ببلادهم؟ هن ليز يعطون إيهم بلادهم؟ يعني ما بنحكي نحن عن جزيرة صار فيها فيضانة لأنه نحن ما عملنا شي لنردعهم من هالشي أنا لما بقول إنه كل ما بده يفوت يعني هيدا مشكل مع الأمم المتحدة مش مع حتى هيدا المشكل هو دولي مش الأمم المتحدة لحالها هيدا مشكل سوق استخدام السلطة طبع اللي موجودين بالسلطة عندنا لحتى ما يعرفوا يتصرفوا من أول الطريق ويكون عندهم كل شي مكتوب شو هي الرولز لحتى يفوتوا هيدول اللي عنا من أول نهار ولكن نحن اليوم ما بقدنا نرجع لورا اليوم أنا بطلب وبيقلهم كل حدا بيفوت على هيدا البلد وبيضي يقبض أي فرانك أنا دولة بياخد تاكس عليه هيدا التاكس رح يقبضوا ما تبزحوا معي لأنه هيدا قانوني هيك بدي أعمل هاي موازنة الـ 2024 أنا عم بقلهم ياها تاني شي بيصير فئلية للعمل وبيكون فعلية رقابة من خارج السلطة لأنه نحنا ما بقى كتير عم نوسق بالسلطة رائع بحالة بارها نتقلنا غير كفوق شي طبيعي فنحنا ساعتها كل اللي بدهم يشتغلوا في مصانع بكل شفافية بكل ترانسبارنسي بيقولوا نحنا بحاجة لخمسين عامل مثلا سوري هيدا هي وكذا ولقيني هون وهيدول هني وبيضلوا هني يعني عم بجددونهم حتى ما يكونوا بس عم بيستغلوا هيدا الموضوع مع أنه ما لهم مصلحة الصناعة الوطنية في لبنان هي من المناضلين بهيدا البلد وصمودة يجب أن يعني يحترم وحاجاتها كمان لازم تتلبى فلأن هي المستقبل هي المستقبل طبع هالبلد فإذا نحنا نجي بنعمل هيدا النوع من الإجراء ومنأكد أنه عنا شريحة ما عدنا بدنا إياها تترك لأنه صارت منظمة وجزء من الإنتاج اللبناني يعني إلا بترد على كل المجتمع هيدا بدي إياها البقوة ما بدي إياهون إذن أنا بركز على الشريحة الباقية ما بخلط كل شيء شعبان برمضان بنظم الشريحة الباقية بأي شكل أنا بممكن استفيد منها وإذا ما بقدر استفيد منها بدي رجعها على بلد هلأ صار في مؤتمرات وصار في معارض وصار في وزراء رايحين جايين يعني هن وراحين وهن وجايين يجيبوا معن شيء إجراء بيدل على احترام لبنان وسيادة لبنان وعدم استغلال غياب السلطة لأنهم فاسدين وثلاثة ربع اللي موجودين هلأ بالفساد اللي موجودين بالسلطة وبالفساد هن كانوا أصحاب أصلا مع السوريين أوكي فالسوريين هلأ بعتقد حتى هن ما عاد بدهم ياهم لقد ما شيفوا فاسادهم حتى أعلى من ما هن عندهم برا يعني بعدها بلدهم مع الحرب غير منهارة مثل اللي صار في لبنان نقيبة هلأ سؤال الأخير رح يكون عن إذا المالية هيك حسبتها والوزراء والنواب يعني اسم الله حاولون سؤال أنه لأي مدى نحن فينا نوصق بحسابات البنك المركزي يعني اليوم في اسم كتير كبير من أموال الموضيعين كمان نحن الموضيع علاقته مع البنك بس كمان البنك فيه يقول ليك طبعا أنا كمان يعني إذا صفيتوني على آخر في اسم مع المركزي هو دائن لألي المركزي قد نحن فينا نوصق بحساباته بيظل هيدا يعني ليه المركزي بدي يكون منزهة عن الغلط بحساباته إذا عم نطلع أنه كل الدولة بكل أركانة المركزي ما أنه منزه عن الغلط أبدا المركزي كل حساباته في علاية كواشن مارك كتير كبيرة لأنه تعمد أنه ما يكون عنده تدقيق صحيح لمن أي شخص مسؤول بيخلي زيت الأوديتر على أكتر من 25 سنة هني يكونوا الوحيدين الأوديترز هو بيكون عم بيوسي المساج وما بدي حدا يفوت على حساباته لأنه هيدول الأوديترز نايناتهم شركة ديلويت وشركة إيواي ساهموا برأينا بالتعتيم على حقيقة ما يحصل بمصرف لبنان لأنهم أصبحوا غير مستقلين من مصرف لبنان أهم شيء بالتدقيق الخارجي هو البرنسيب داندبندنس الاستقلالية إذا ما في إندبندنس ما في سئة بتقرير مدقيقية الحسابات وإذا ما في سئة بهذا التقرير مثل كأنه ما أجل معقول عشرة مليار ما تكون عشرة مليار عند البنك المركزي؟ ولا رأم بيطلع حتى بتقرير المدقيقين الحسابات واللي مو أعينون أنا بياخد فيه في ظل وجود علاقة يعني غير منطقية بين حاكمية مصرف لبنان وهالشركتين وخاصة ديلويت باعتبار أنه ما في حدا بالعالم بيسلم نفس الشركتين وطبعا الشركة التانية زي دينا لقي واي بعدين يكونوا موجودين بكل شي خاصوا بمرفق مصرف لبنان يعني مصرف لبنان زائد الكازينو زائد الميدل إيست زائد إنترا وكل وحدة من هيدول الشركات يتفرع عنا على الأرجح حوالي عشر شركات إذا مش أكتر يلي الشعب اللبناني ما بيعرف فيهم وما بيعرف عنهم وفي تعتيم كتير قوي عليهم وهيدول الشركات ما بنعرف إذا كان في حفاظ عليهم من مصرف لبنان بالشكل الصحيح أنه لما نفتحوا كمان هن ملك الدولة أو أنه تم استغلال السلطة والتعتيم على أنه مثلا شركة الميدل إيست إيرلاينز إذا عم تفتح شركات أخرى ومين هن أصحاب الحق في هذه الشركات الأخرى لازم نعرف لأنه واحدة من الشركات M.E.A.S. هلأ مثلا حابين أنه يعملوا معها عقد بأكتر من عشرين مليون دولار لخدمة معينة باعتقد أنه الميدل إيست والكازينو والإنترا وحاكمية مصرف لبنان هلأ وما حدا يحط حق علي لبس رياض سلامة في مركز قاعد في كذا شخص نواب الحاكم كلهم هلأ مسؤولين ما يعملوا حالهم مخصون هن وزير المال مسؤولين اليوم إنه ينشروا من هم أصحاب الحق الاقتصادي بهالشركات وكل شركة نابعة عنهم وتتعاطى معهم وتستفيد من المال العام ومن العمليات اللي بتصير إلى خاصة بمصرف لبنان وأموال الشعب اللبناني هل تذهب أموال المودعين لدعم هايدي الشركات مثلا ميدل إيست ما بتدفع درايب كانت لفترة على الأقل هي عشرين سنة طيب إذا هي ما بتدفع درايب لأنه الشركة ما معها مصاري موظف كان بمصرف لبنان اسمه محمد الحوت كيف قدر إنه سحب عشرة مليون دولار بأيلول وحول برات لبنان ستين مليون دولار إذا الشركة اللي بيشتغل فيها ما معها مصاري وهو كان بس موظف في مصرف لبنان صار لازم يقلنا من أين لهو هذا وين إني حكيين مصرف لبنان طبع اليوم شو بيعملوا بس بينحطوا أسابيهم وبيقمضوا مع عشاتهم وبعدين هني بخصوا بشيء لا ما بيحق لهم مثل اللي قبلوا واللي قبلوا واللي قبلوا يلي من وقت ما صار لألفين تقريباً واربطعش وأنا برجع لطنعش بس إذا بدنا نحكي أربطعش وخمستعش وستعش بهيدي السنوات كانت الطبخة طبع الهندسات المالية عم تشتغل ونواب الحاكم موجودين ما شفنا حدا استقال وفلق لأنا ما بقبل كون شاهد زور حتى الأستاذ ألا بيفاني مدير عام وزارة المالية ما استقال لبعد عشرين سنة طب خلال هالعشرين سنة ما كان صار شي عاطل ولا مرة بينذر لحتى يكون فيه انذار إنه فيه شي غلط عم بيصير والمالية تتدهور طب وزارة المال مثلا الأستاذ علي حسن خليل لما هو قال إنه فيه فوق الخمس تلاف موظف جداد فوتناه هون خارج عن موازنة لالفين وسبتعاش هيدا شو معناتها؟ ألم يهدد مالية لبنان بهيدا القرار وبهالمعلومات؟ شو عامل لحتى يوقف الانهيار من وقته؟ شو عامل؟ راكم خمس تلاف واحد زيادة لأنه تحصصون بالأحزاب من شان انتخابات لالفين وثمنتعاش فسكت لأنه مصلحته الحزبية تتخطى مصلحته كوزير مالية ومصلحته الوطنية كمان غايبة عن الوعي لأنه قاعد بمركز الاستفادة المالية كأنها بزنس ولا هي مؤسسة ترعى الشعب اللبناني حسب الدستور يعني نقيبة خلصوا الأسئلة ولكن ما في شي بيطمن فبدي زيد سؤال في أمل؟ في أمل في أمل في أمل بالألفين وتمنتعاش كدنا شي عشرين شخص عم نقول إنه نحن لازم يكون عنا شي اسمه كفاءة لحتى نكافح الفساد لأنه مكافحة الفساد ليست هواية بالألفين وتساتعاش بآخرة كدنا تقريبا حوالي سبعين خمسة وسبعين شخص بالألفين وعشرين ما زدنا كتير من وراء الكوفيد نايتين بس زدنا مينموم كدنا شي عشرة زيادة بالألفين وواحدة وعشرين زدنا بالألفين وعشرين زدنا نحن اليوم بالألفين وتلاتة وعشرين مية وسبعين شخص مدير مؤهل لمكافحة الفساد مدني وعسكري وموجودين بأماكن مساهم بأولا التوعية لأنه التوعية بشكل جدي مش إنه هيك ان جنرال ما بدنا الفساد لأن العالم أصلا ما بتعرف شو هو الفساد لا تعرف إنه هاي مقبولة أو مش مقبولة والفساد الأكبر بلبنان هو تضارب المصالح يلي بيحكم مفروض يتخلى عن مصالحه ليقدر يشوف النقطة من ناحية المصلحة العامة يلي بيفوت هو مصالحه مع بعضهم بيطلع هو مصالحه مع بعضهم ونحن كلنا كشعب نطلع برا هيدول الأشخاص الكافؤين عم يشتغلوا ورح يضلوا مكفيين والعدد مفروض يزيد وعم نسعى بالرغم الظروف إنه تتوسع المعرفة وهيدا الشي عم نعمله بالتعاون مع المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد اللي هو معهد خاص بحثي علمي ما بيعمل شي غير يتابع موضوع الفساد ومكافحة الفساد بالعالم كله كيف عم يتطور وشو الأساليب وشو الأشياء المعلوماتية اللي عم تطلعها جديدة اللي حتى نقدر نخفف خطر هيدا الفساد وبيساعد بأمثلة وبيساعد بأماكن وما بيتدخل بطريقة نحن كم مناضلين كل واحد ببلده كيف بدنا نكافحة الفساد ببلدنا هيدا أول نقطة تاني شي فيه شجاعة أكبر عم بتصير بلبنان الشعب اللبناني عم يحكي أكتر يمكن هلأ بتقول حكي بدون منفعة بس هيدا الشي متوقع لأنه الناس موجوعة الناس مخربطة الناس منا قاعدة مرتاحة عم بتفكر وتركز بس فيه مجموعة من اللبنانية بلا نحن منخطيهم إذا كانوا هن ما بيعرفوا يتعالوا عن الوجع حتى لو كان هن عندهم وجع لحتى يكونوا المخططين واللي بيساعدوا لكل الأشخاص التانيين يقدروا يرجعوا يوصلوا للمستوى الراحة اللي يرجع اللبناني ينتج بالمستوى اللي مطلوب فيه الصناعيين اللبنانيين اللي بعضهم عم بيستثمروا بحالهم ولازم ينعطوا الدعم اللازم الطريقة اللي الدولة ماشية إنه شو بدنا نعمل ما فينا نعمل شي هيدا غلط بس فيه مجال كمان للقطاع الخاص إنه يفوت أكتر ويوسع حاله أكتر ولكن حذارة من هؤلاء اللي بعدها يعني النازهة آخر شي عندهم بالليستة وبعد مستعدين يعملوا ضروبة فساد قدمة فيهم ببلدهم وبشعبهم إن كان بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام لأنه لازم يتعلموا من اللي بلش يصير باعتقد البهدلة اللي عم يتبهدلة واحد اسمه رياض سلامة بعد ما كان عم يشتري كل اللي دروعة لحتى يأنع الشعب اللبناني إنه ليكو أنا بتحدى مصرف لبنان إنه يصرح إنه ما دفع ولا فرانج لأي من المؤسسات لا بشكل مباشر أو غير مباشر أو الأشخاص المعنيين بالقرار أو المؤسسات أو الجمعيات اللي خاصة بهالقصص كلها إذا هن ما دفعوا ولا فرانج وأخدوا هيده بناءا على أن يكون هناك درس للبيانات المالية تبعا مصرف لبنان والتعمق بالمهام وإذا هو كان عم يطبق أو لا بتحديهن وخلي يقبلوا التحدي ويجاوبوني مع هيدا التحدي نائبة يلي من العيار لطيل بدي إنهي هيدا الحلقة أنا بدي أشكرك كتير شكرا لأي لك سيكرا على حضورك وعلى المعلومات اللي عطتيني إياها يعني مرحة متحدا ومشاهدينا بدي أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج الحكي بالأرقام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة